وصلنا لمرحلة في مصر لما ندخل لنقطة الرياضة بقى من التفاهة العالية جدا تفاهة فوق ما نتخيل طبعا مش عايزة أقول لك برضو التعصب ووصل للرياضة ووصل للرياضة يعني مش عايزة أكرر اللي بتقاله كل يوم على الفيس وانتو بتشوفوه إن في أكتر من طفلة عشان اسمه مينة واسمه مخلص واسمه عبد الملاك ما ينفعش يدخل طالما مسيحي يدخل في أي فريق لا أهلي ولا زمالك فبقى التعصب سيبة كاملة في كل الأندية المصرية ما فيش مسيحي يدخل آه حيقول لك هاني رمزي آه هاني رمزي ده زمان نتكلم عنه دلوقتي يقول لك إن يا إكرامي نفسه قال لك قال لك مينة ما يدخلش طالما مينة ما يدخلش ما هو إحنا وانتهى وانتهى بكده في أي فيديو أي مجال خرج منه المسيحيين بيفشك أي أي مجال سواء سياسي سواء اقتصادي سواء سياحي سواء وطفر بيخرج منه المسيحيين بيفشك وعشان كده البلد من ساعة ما ابتدت عدد الوزراء المسيحين يقل ابتدت تفشل وفي ناس تقول لك إيه ده الدورة اللي فاتت كان فيه وزيرة مسيحية الدورة دي مفيش غير واحدة الدورة اللي فاتت كان ثلاثة ولا اتنين دولة حبيبي للدورة دي ولا اللي فاتت ولا اللي قابلها فيها وزراء مسيحيين حتى اللي فاتوا هتقول لي وزيرة الهجرة مسيحية ازاي مسيحية ازاي وهي بتطبل على طول الخط الشيخ الازهر والرئيس وراحت قال بيقالك في بيت بقت مسيحية راح اتجابتها للإسلام من إيطاليا رجعتها مسلمة ازاي مسيحية ازاي مسيحية ازاي مسيحية اسما ما هم بينا احنا مش عايز احنا مش عايز مسيحين يجيبوني بالشكل ده يجيبوني مسيحية تطبل تطبل تطلع برها تقولك مفيش اتهاد والعالم مخنوعة جوه البلد وتطلع لك كدابة ما تبقاش مسيحية كدابة ما تبقاش مسيحية وزيرة كدابة تدعي المسيحية ما هيش مسيحية رجل دين مسيحي يكذب هو رجل دين مش مسيحي خلصانة بشياكة على رأي المسل على رأي المسل فما تفرحونيش بلما يجوب لك اراجوز يقولك هو مسيحة هو طب واي يعني ده حيبقى عليك انت انيال من المسلم انيال من المسلم لما كان جايبين محافظ في انا اسمه مجدي مسيحي فكان اعرف انا عدو محافظة كان لما يدخلوا لطلبات يحط طلب واحد مسيحي من فوق والعشر طلبات مسلمين تحت فكان مجد اول ما يبص يقول لي يعني حططلي اول واحد مسيح يروح ماسكه شايله ورميه يبص بقى الطلبات ده الوزير المسيحي بيدوس عليك الا لما يجي لك بقى ناس نظيفة زي نبار باشا زمان ناس محترمة يعني ناس فعلا تحس ان ده وزير يبقى فعلا ممكن يدفع عن حقك بالتساوي زيك زي غيرك انا مش بطلب ان وزير مسيحي ييجي يدي اولوية للمسيح المسلم لا العدل لان الله هو العدل والله هو الحق لكن وزراء بالمنظر ده عمره ما كانوا العدل والحق ومش عايزينهم الرياضة منعوا المسيحيين طبعا انهم يلعبوا الرياضة عشان ده فريق الساجدين لازم يسجدوا ويركعوا كل وراء جلكون وراء كل جون يسجدوا ويركعوا يعني اللهم لاشا ماتا يعني لما يبقى فريق الساجدين هو اللي فاز يبقى يعني الاسلام هو اللي فاز طيب لما السورية تاخد خمسة صفر من روسيا معناها ايه معناها ايه ولما شيخ الازهر ولا اي حد يقولك ده من ساعة محمد صلاح ما شغالها الدف في ليفربول عدد الاقبال على الاسلام زاد الاقبال على الاسلام زاد طب ولما بتتهزمه بيرتده بيرتده عن الاسلام لما بتتهزمه ليه الربط بين ده وده ليه الربط بين ده وده كان معايا في مرة دكتور احنا وشباب يعني الفترة وبعدين كده كانت اخده العزة وكان ليه يقول متطرف شوية فجي منشكح كده عمله ارشين في يوم في العادة كويس فجي منشكح بيقول لي احنا عايزين الحرب بترجع زي زمان بالسيوف سيبت من القنابل والسواريخ عايزين ترجع بالسيوف عشان نقدر نفوز هو حاسس ان عنصر التقدم كان عنده زمان لما كانوا بيحاربوا بالسيف لما طلعت التكنولوجيا الحديثة ابتدت هما يرجعوا وراه فهو عايز يرجع لعصر الجميل وراه يحارب بالسيف وده قصور في النظرة وانهزام في الشخصية قصور في النظرة وانهزام في الشخصية هو حاقد على التقدم لان التقدم العلمي بيصدر فشله وعايز يرجع بقى للسيف عشان يبقى شخصه قصر شخص طب ياسيدي رب فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ماشي ربا فئة قليلة غلبت فئة جسيرة بإذن الله ماشي متفق معك تماما خشين اللي وريني كده رياضة فردية حققت فيها بطولات عالمية فردية طيب بلاش فريق كنت قدم اتناشر قصاد اتناشر لا فئة قليلة ولا غيره اها فئة متساوية وعمره كم مرة جبت كاس عالم يعني كم مرة جبت كاس عالم وهو فئة وفئة يا عم كم مرة ده الفشل ده الفشل ده الفشل انك تغزي النعرة الدينية وتحسس ان النعرة الدينية هي الاساس في كل شيء النعرة الدينية هي اللي هتخليك تفوز النعرة الدينية هي اللي هتخليك اعلى من الناس انت فوق البيت تحت اتعالي انك تتعالي على الاخر لا ده انا مسلم انا مسلم باحسن منك ليه عشان الشيخ قال لي الشيخ قال لي طالما الشيخ قال لك وكتباتك قلت لك يبقى صح الصورة دي للرئيس بيسلم على الفريق القومي اذا كان الكلام باين انا حقراركم الكلام عموما فالرئيس بيقول للفريق يعني لو اجتمع المصريين بحبهم واخلاصهم ودعاهم دعاء حقيقي كاس العالم حييجي مصر هذا ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لو اجتمع المصريين بحبهم واخلاصهم ودعاهم دعاء حقيقي كاس العالم حييجي مصر هذا ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لو اجتمع المصريين فين من المصريين المجتمعين الا اذا كنت تعتقد ان المصريين المجتمعين هم المسلمين بس لو المجتمع المصري بحبهم وخلاصهم يا سيادة الرئيس الحب والدعاء ما بيجيبش كاس اللي بيجيب الكاس التمرين والدعاء لربنا بس بعد التمرين الجايد التمرين الجايد التدريب الجايد الإخلاص المحبة روح الفريق هي اللي تجيب كاس العالم لكن أنا بقولك سيادة الرئيس حضرت بتقول لو اجتمع المصريين بحبهم وخلاصهم حيجتمع المصريين بحبهم وخلاصهم إزاي وإنت فريقك مفوش مسيحيين أنا أول مرح جات لي بنتي بتبكي ليه يا بنتي لاتلي يا بابا عشان الفريق بتاعنا تهزم قدام أرجوية واحد سفر البنت جات بتبكي وبتعيط وزميلها في المدرسة أجانب ألمان فبتبكي عشان فريقها تهزم قلت لي فريقنا تهزم يعني مصر تهزم قلت لها ليه تحق بابا إنك كنت تزعل على إن فريق مصر تهزم أنت عارفة إن فريق مصر ده مفوش هو الواحد مسيحي قلت ليه بابا قلت لها معلش عشان هما فيهم متعصبين وفيهم كراهية ما فيهم شوالا لعيب مسيحي قلت لي بس اسمه فريق مصر قلت لها صاحبا إحنا بندفع على اسم مصر عشان إحنا مخلصين لمصر لكن هما بيشيلوا المسيحيين من فريق مصر لأنهم مش مخلصين لمصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تأخذ مصر كاس العالم عمرها طالما فيه تفريقة عنصرية وفيه اضطهاد وما فيش أقباط جوه الفريق مش دي باس يا سيادة الرئيس انتوا ليه بتقيس النجاح على إنه لعب كورة يعني دي تفاهة أنا آسف يعني لعب الكورة دي رياضة بس تفاهة دي أخرتها كورة أخرتها كورة وبعدين ما حدش يقول لي الفريق لعب حلو مش مهم انه ينجح الفريق لعب حلو لا 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 محمد دي في زمان كان يقول لك الكورة جوان لا انت ترقص يا أخي هاتلي جوان واكسب اللي ما تلعب لش حلو وتتهزم الكورة جوان عايزي لي جوان إنه ملعبنا حلو ولا رأسنا حلو ده عندهم مننص الكلام ده يأكل عندهم مننص ما يجيبش كاس ما يجيبش كاس لكن احنا للأسف التفاهة دايدابنا التفاهة دايدابنا يعني احنا لو رجعنا معنا كاس احنا كل حال نسين ان احنا في قمة أسفل سافلين في العلم أسفل سافلين في التجارة أسفل سافلين في الاقتصاد أسفل سافلين في الصناعة أسفل سافلين في الزراعة أسفل سافلين في الأمن أسفل سافلين في البنية التحتية أنتوا مش عايزين تعترفوا بالحقيقة ليه ليه مش عايزين تعترفوا بالحقيقة أنه كنت حكومة فشلة وحكومة فشلة من نتيجة أن أن الدولة أساسا الكوادر اللي بتقودها فشلة انا عمري ما شفت واحد مسك في كدر تاع يعني مثلا هل عمرونا شفنا رئيس دولة حاصل على بكاليديوس علوم سياسية ما حصلش الفئة اللي بتدير البلد كلها حصل على ايه حتلاقيهم اساسا سنوية عامة 50-60% سنوية عامة 50-60% ففكرني زمان لما كنا في الاعدادية والسنوية لما كنا في الفصل فكان الاستاذ لو حاب يطلع من الحصة يغيب له عشر دقيقة ويرجع وعايز الفصل يبقى هادي ما يحصلش دوشة كان يجيب ولد يمسكه الفة يقول له اف لو حد عمل صوت اكتب اسمه من الولد اللي كان يجيبه كان يجيب افشل ولد في الفصل ولد يكون ساعد 3 سنين في الاعدادية 5 سنين في السنوية يقول له افيا انا مكنش عارف الحكمة دي افشل ولد واللي بيسقط ما بيعرفش يقرأ يمسك الفة الفصل اه ليه سألت فسألت مدرس تاني يعني يقول له ليه يعني ايه الحكمة قال لي لا ده عشان بيبقى بلتجي فهو عايز يطمن ان العيل تسكت فيوقف ورد بلتجي ويدي يدي ان البلتجي ده انت بقى العرفة فالبلتجي يفرد ويفرد قصوره الشخصي ويفرد ضعفه العلمي ضعفه العلمي يمكنه جانبا وتصهر بلتجته في انه يعمل كنترول على الناس اللي موجودة ومونه ممكن تكون ناس شطار ويطلعوا قوائل لكن ده اتفاهة عشان كده البلت بترجع ورق مفيش قيادات نكحة تمسك كل حد بييجي افشل من اللي قابله كل حد بيجي افشل من اللي قابله